بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة بنجر السكر او ما يسمى بالشمنظر السكري زي اخوانا العراقين ما بيسموه ايا كات التسمية وفي الانجليز هتلاقي بيسموه الشوغر بيت تمام البنجر السكر ده انا عايز بس اتكلم فيه مرضين فطريين هم مرضين بس لهم اكتر بصراحة تمام فيه اللي هو في الاول في البدايات وفيه في النهايات تمام ما يخصنيش انا زيقوله البديرات والكلام ده كلته انا يخصني القصة بتاعة بنجر السكر اللي يعني فيه مرضين من اخطر الامراض اخطرهم التبقع لأوراق السيركس بوري ده مرض فطري والمرض التاني اللي هو البياض الدقيقي خدهم على بعض باكتج كده تمام ما تقسمهمش لان تقريبا المبيدين المبيدات ممكن تجيب عليهم هم الاتنين يعني تمام فلو حضرتك جينا بالنسبة لي التبقع لأوراق السيركس بوري ده هو والبياض الدقيقي اولا بتيجي المرض بسبب الرطوبة العالية طالما قلنا مرض فطري يبقى معروف ان سبب الرطوبة العالية وقلنا الكلام ده حتى في الخضر وفي الصوب وقلنا كل حاجة تبينت بتقوله في البنجر انت بتاع بنجر ايوة يا عم والله العظيمة انا الدكتورة بتاعت في البنجر في بنجر السكر وفي البطاطس تمام بقولها للمرة التانية هو تمام فبنجر السكر بالنسبة للمرضين دول قارنين اللي هم الرطوبة العالية طالما امراض فطرية بارطوبة عالية طب الرطوبة العالية دي هتجي لنا منين وهتكون متركزة فين اولا الزراعات بتاعت لو المينيا وتحت كده الامور بتبقى كويسة جدا فيها وما بيحصلش الامراض دي صعبة جدا فيه سنوات كانت بتعدى علينا وانا كنت في شركة الافق وكنت في مودرن فارمز في المينيا وزراعتها كتير فيه ما فيش مشكلة عندي في المرضين دول ولكن مشكلتهم بتكمن في منطقة واد النطرون لان احنا بنشوف ايام بتيجي في واد النطرون الشبورة في شهر يناير بتنزل منه الصبح ما بتنتهيش اساسا لاخر النهار يعني انا والله حضرت في ايام في واد النطرون كان بالتلات ايام مضل من الجو تمام دي منطقة واد النطرون والنبرية والبحيرة وشمال الدلتا اللي هي بتتركز في المنصورة وكفر الشيخ واللي هم من اكتر البلاد بتزرع والشرقية من اكتر البلاد اللي بتزرع بنجر والسكر طالما الرطوبة موجودة اساسا يبقى المرضين دول شغالين اللي بيجي يعالج يقول لك الزراعة المبكرة طب انا عروة الارض بتاعتي جات كده طب انا عايزة ازرع بنجر دوره جاي هو اساسا في العروة التالتة او متأخر يعني ما ازرعش لا يا عم ازرع محدش قالك ما تزرعش ولكن حاول تزبط امورك والوقاية خير من العلاج اول حاجة الناس لما بيجي اللي هما بيروا غمر الاخوة اللي بيروا غمر تمام لما بيجي يروي بالله عليك انت لو متوقع حدوث المطر اخر الراية بتاعك شوية مش لازم النهار را انت تروي معاد الراية بتاعك النهار را اهو تمام والارصات بتجيب لك بالاسبوع يقول لك ده فيه نوة جاي لك بعد عشر تيام حاول تأخر شوية الراية يعني لو ازري بعد ثلاث اربع تيام بعد ثلاث اربع تيام وتيجي المطر تنزل عليه انت بتروي النهار را وتنزل عليه المطر اصبح عندك رطوبة في النهار الشتوي القصير ده هوت ان شاء الله ممكن تقعد لك ثلاث شهور في الارض وتقلع البنجر والرطوبة موجود تاخد بالك من القصة دهية كويس تمام دي رقم واحد يعني حاولت تثبت موضوع الراية ده ازا كانه محتاج ريئي بقى يروي مش محتاج ريئي حاول توقف الدنيا بتاعتك شوية تاب لو رويت حاول تعمل الصرف على طول يعني الارض بتاعتك لازم تكون الصرف بتاعها كويس تاب لو سيئت الصرف بقى والناس قالوا لي مش هينفع فيها اللبنجر السكر حاول برده بعد حضرتك ما تروي افتح على طول يعني انت بتروي من هنا مجرد ما بتخلص ريئي افتح الصرف بتاع الارض واكيد مصر ما شاء الله معمول فيها معمول فيها شبكة صرف ممتازة جدا افتح الصرف بتاع الارض بتاعتك تخلص من المية الزايدة اللي موجودة في الارض بتاعتك واللي يساعدك في كده انك انت اساسا تبقى من الاول من قبلها عامل لازر تسوية لازر كويسة بحيس الارض ميبقاش فيها بقع والبقع ده بيقفها المية والمية من هنا تبدأ المشاكل بتاعت الرطوبة سواء الرطوبة الجوية اللي هي الشبورة او الرطوبة الارضية اللي هي مية الرأي اللي حضرتك بترويها عشان تبقى بس ايه عارف الفرق بين الاتنين تمام ااا بعد كده بعد كده اتبع اتبع المبيدات الوقائية اتبع المبيدات الوقائية مفيش حاجة اسمها البنجر سهل واي واحد يزرعه والكلام ده كلته طالما هتزرع مشكلة البنجر يا جماعة الخير ان هو بتحصد على اقل شيء للبنجر 170-180 يوم وفي ناس بنوصل لمتين وعشرة يوم يعني سبع شهور اذا فانا بعد السبع شهور ده هتحصل لمشاكل في الامراض الفطرية دي تقضيلي على النبات لان مشكلة المرضين دول يا حضرات ان هم بيتطفلوا على الاوراق او بيقضوا على الاوراق والاوراق المسينة بالذات واحنا قلنا قبل كده وفي كل النباتات ومشان الواحد اللي بقول ده كل الناس بتقول ان الورقة هي مصنع الغذاء بالنسبة للنبات طالما الورقة اساسا راح عليها تبقع الاوراق كلها تمام اتحرقت كلها راح عليها بيقض دقيقة حرقها كلها طب بالله عليك احنا في الوضع دهوت بقى هنعمل ايه اصبح 210 يوم دول من عمر الارض بتاعتك راح يا امن المحصول رديء يا امن المحصول اساسا وليل وفي كلتا الحالتين انت اللي خسران فلابد ان حضرتك تركز شوية في الليلة دهية تمام بالنسبة ليه اللي حاولت يعني تاخد الامور ببساطة كده واول يعني ابدأ بكابريت موكروني ممكن تدي لك رشة مرخيص جدا بعد الكابريت الموكروني ممكن حضرتك تنزل حاجة نحاسي ماشي زي اكسوكلور النحاس مثلا اغسل غسيل باكسوكلور النحاس ما عندكش مشكلة بعض الري تسيب يومين ثلاثة وادخل اغسل باكسوكلور النحاس اغسل غسلة بالكابريت تمام الكابريت الموكروني الكابريت الموكروني عنصر مغزل النبات ديك بتحط في الارض بتاعتك عنصر الكابريت عشان ما يحتاجوش النبات تمام وحضرتك برضو بتضيف كابريت بتضيف اكسوكلور النحاس برضو النبات محتاج لعنصر النحاس يبقى انت استخدمت سناء الغرض بالتغذية انتك بتغزي النبات بعنصر النحاس اللي هو السيو وان حضرتك كمان بتبدأ تكافح المرض اللي عندك علشان النحاس المعدني دايما يا جماعة بيحاول يصبط ان الفطر يشتغل بس ما يخليهوش يشتغل او بياخره شوي او بيعوق الانبات بتاع الفطريات نفسها تمام فده شيء محمود يعني بالنسبة للعنصر النحاس تمام طيب انا قدت رشة كبريت مكروني بعدها بخمستاشر عشرين يوم قدت رشة نحاس غسلت تمام لقيت الامور يعني اهو ادخل برشة تبسين انا بقى انت انت احنا ملاحظين ايه بناخد من الرخيص كده وحنا طالعين تمام بناخد من الرخيص وحنا طالعين وانت في الرخيص وانت طالع بقى تمام هترش مثلا بالنسبة لي هترش واحد يقول لي كل حاجة بالرش ده واحد الفلاحين دلوقتي المزارعين بيتسألوا الامح احنا برش الامح نعمرنا مرشنا الامح يعمل البيئة بقى فا مشاكل وبقى فا يعني فيه تغير في البيئة بدرج غريبة فيه تغير في المناف بدرج غريبة احنا والله فيه حاجات انا بشوفها مع عمري كنت تتخيل لنا شوفها تمام وحاجات اصلا معتش لها علاج في النباتات وحاجات اصلا اصبحنا التشخيص بتاعنا اصبح صعب فيها الا اذا روحت المعامل ولا حاجات ده كل ده تمام واحدة يقول لي رش 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 ما انت هتعمل ايه هي الحياة ماشية كده تمام بعد كده هتروح مثلا تجيب لك رش التوبسين رش التوبسين اللي هو المادة الفعالة فيها لها صيوفينات المصايل يا جماعة تمام عندي التوبسين تمام انا باشرب شاي عندي التوبسين تمام بقى رش رش التوبسين مثلا تمام المرض تمام اكرر تاني حاس مفيش اي مشكل خالص تمام طيب اذا جاء المرض بقى لا اذا جاء المرض بقى يبقى مش هينفع اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص وهنبدأ حضرتك بقى في اللي ايه ده في الدايفينو كونازول تمام واللي هو في السكور مسلا او المادة الفعالة هتلاقيها في كزا مبيد غير اللي احنا بنحكي فيه ده هو تمام هتلاقي يعني مش هضيلكو دلوقتي يا جماعة الخير تمام انتي تمام هنلاقي يعني الامراض دي تجماعة يعني المبيدات دي سنائية الغرض سنائية الغرض على البيض الدقيقي وعلى ممكن ترش حضرتك الفلنت تمام ممكن ترش التلت تمام دي للتبقعات والاوراق الدقيقة والبيض الدقيقي وتبقع الاوراق السيركسبوري كل الحاجات دي موجودة فالوقاية خير من العلاق حضرتك من الاول كده تحاول وخصوصا الجماعة اللي بيزرعوا في شمال الدلتة منصورة كفر الشيخ الشرقية المحافظة البحيرة تبقى عند غرب الدلتة تمام اما بالنسبة لمصر الوسطى المينيا وما شبه ذلك يعني بيكون المرض صعب جدا ان هو يحصل واذا حصل ممكن يحصل سنة سنة تانية ويحصلش ده اللي عايز اقولهولك تاخد بالك من الليلة دي خالص لان لو حصل لك ان الورقة اتخذت منك بوسطة الامراض دي للأسف الشديد مش هتقدر تعمل جدر كويس ولا تجيب محصول كويس بسبب ان مصنع الغذاء اللي هو بالنسبة للنبات انتهى ورح الى حيث رجع يعني اللي هو الى أوراء حياكم والله شكرا لحضرتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته